الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمؤسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا دائما حسن الخاتمة في أمر ديننا وفي أمر دنيانا وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله حسن الخاتمة فيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقول السيدة عائشة وأنت يا رسول الله أي وحتى أنت تخاف فكان يقول صلى الله عليه وسلم كيف لا يا عائشة أي كيف لا أخاف وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا آد أن يحول قلب عبد الحولة وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول اسألوا الله حسن الخاتمة فإني لا آمن مقى الله عز وجل ولو كانت إحدى قدمي ولو كانت إحدى قدمي في الجنة وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطى قدمه فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هول عليك ألم يرشه الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عابدا شكورا وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وكان الإمام علي قضي الله عنه يقول ألا لا تنزل المؤمنين الموحدين الجنة ألا لا تنزل المؤمنين الموحدين الجنة ولا العصات المؤمنين النار حتى يقضي الله فيهم بأمره لأن الجنة والنار ليست بيدي أحد وليست ملكا لأحد يدخل من يشاء ويقعد من يشاء الأمر كله لله وشأنه إلى الله وإذا كان هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يقول اللهم سبت قلبي على دينك ويسأل الله حسن خاتمة فما بالنا بنا نحن بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم حظانا من أن نغطر في حياتنا فزكر صلى الله عليه وسلم حديثا هاما فقال لقد كان قد كان آجلان متواخيين أي متآخيين أي متصادقين أي صديقين من بني إصائيل ممن كانوا قبلكم فكان أحدهما لا يزال على الطاعة ملازم الطاعة والعبادة لله عز وجل وكان الآخر لا يزال على المعصية فكان الطائع إذا لقي العاصي دعاه قال له أما أنا لك أن تقلع أما أنا لك أن تكف عما أنت فيه من المعاصي وإلى هنا المسألة مقبولة أدعو إلى سبيل رب بل مطلوبة أدعو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعزة الحسن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن عليك إلا البلاق هذا هو الإسلام وازي الدعوة بالحكمة والموعزة الحسن فكان كلما الطائع التقى بالعاصي قال له أما أنا لك أن تقلع قال له دعني وشأني اطرقني وشأني حتى سقل على الطائع فقال للعاصي يوما ما والله لن يغفر الله لك وفيه رواية والله لم يدخلك الله الجنة فأمر الله عز وجل بهما فقبضت أروحهما فقال لهذا الذي كان عاصيا ادخل الجنة برحمتي ورحمتي وسعد كل شيء ادخل الجنة برحمتي وقال لهذا الطائع الذي قال لصاحبه لن يدخلك الله الجنة ولن يغفر الله لك أين المتأل على الله يا هذا أكنت بعالما أم كنت على ما في يد قاجان خزوه إلى النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قال كلمة أو بقى الدنياه وأخاته أي أهلك الدنياه وأخاته فلا يجوز أن تقول لأحد والله لن يغفر الله لك لأنك لست وصيا على دين الله ولن تقول له والله لن يدخلك الجنة لأنك لا تملك الجنة ولا النار ولا تقول لأحد ستحرق في نار جهنم لأن الأمر ليس بيدك ولعله أن يحدث في آخر لحظة من حياته توبة توبة صادقة نصوحا لو قسمت على أهل الآدل وسعتهم ولا تقول اللهم احسنني مع فلان إلا باستثناء النبي والأنبياء والصديقين وممكن تقول اللهم احسنني مع الحبيب محمد صلى الله وسلم اللهم احسنني مع النبيين والصديقين والسهداء والصالحين لكن في بعد سيدنا النبي صلى الله وسلم لا تقول في أحد اللهم احسنني مع فلان لعله في آخر حياته يتعرض والعز بالله لغضب فتذهب أنت معه بدعواتك ماذا تقول إذن اللهم اجمعني في جنتك أنا وفلان اللهم اغفر لي أنا وفلان اللهم احمني أنا وفلان اللهم اجعلني أنا وفلان في صحبة الحبيب فنتعلم فقه الدعاء ونتعلم الأدب مع الله ونتعلم الأدب مع رسول الله ونتعلم الأدب مع الناس طيب كيف نحقق حسن الخاتمة وكيف نصل إلى حسن الخاتمة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أخفى رحمته في طاعاته وأخفى غضبه في معاصيه يقول إن الله عز وجل لا يحقى أن أحدكم عملا من الخير وإن قل فإن الله أخفى رحمته في طاعاته ولا يحقى أن أحدكم عملا من الشر وإن قل فإن الله أخفى غضبه في معاصيه وأنت لا تدري متى يأتيك الموت أنت لا تدري فعليك أن تكون في كل لحظة إذا أردت أن تقدم على السيئة أن تدرك أن الموت قد يأتيك وأنت على هذه السيئة وقالوا من قبض على شيء بعث عليه فمن قبض ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا ومن قبض صائما جاء يوم القيامة وخلوف فمه كريح المسك ومن مات شهيدا جاء يوم القيامة وجوحه يقطع دمه ومن مات على معصية قبض عليها فإذا أنت كنت متلبسا بالمعاصي تخشى أن تأتيك العاقبة والخاتمة وأنت على معصية فتكون في خضب الله والعياذ بالله فعليك أن تحرص على الطعام ثم نزكر بنموزجين لا تستهل لا بحسنات ولا بسيئات تخلت مرأة الناء في هرة حبستها لم يقل قتلاتها ولا عزبتها ولا سرختها ولا حرقتها فقط حبستها ونسيتها فلهي أطعمتها ولا هي طركتها تأكل من رزق الله فما بالكم بمن يقتلون ويسفكون الدماء ويعزبون البشر ودخل رجل للجنة عندما وجد كلبا يلهس فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ به من العطش يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخلع خفة فنزل البئر المسألة لم تكن سهلة لم يأتي بالمأمن على سطح البئر وإنما كان البئر عميقا خلع خفة ونزل البئر وأمسك الخفة بفيه لأنه كان في حاجة أن يعالج وأن يستقدم يديه وإجليه حتى يتمكن من الصعود والمعنى أنه خاطى بنفسه في سبيل الحفاظ على حياة الكلب فلما كان منه ذلك وامتلأ قلبه بهذه الرحمة تجاه الكلب شكر الله له فغفى له فدخل الجنة عليك أن تدرك أن الله عز وجل قد أخفى غضبه في معاصيه وأخفى أحمته في طاعته يا ربنا بارك الحياة لنا واكتب لنا الخير ليلة القادر إني على الدين صابر جلد إني على الدين صابر جلد أقيمها حتى قطلع الفاجر والذكر في مغجتي وعطرني فلعم من جاءنا من الأمر ألا يا حبيبي قد ألا ارتكياني بمسك الهدى والحب بين لساني نسأل الله العلي العظيم القدير العفو الكريم أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك آفقة وأن يسقينا عند الحوض بي لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شابة لا نزمأ بعدها أبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا